السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم خيراً في كل خير ونوراً في كل عتمة وتيسيراً لكل عسير وواقعاً لكل ما نتمنى اللهم بحجم جمال جنتك أرني جمال القادم في حياتي وحقق لي ما أتمنى واشرح لي صدري اللهم الرضاً الذي يجعل قلوبنا هادئة وهمونا عابرة ومصائبنا هينا اليوم توقعاتنا إلى يوم السبت 1 نيسان إبريل وطبعاً اليوم الوضع مقلق شوي زي ما شفته على الغلاف يعني النساء بدهم يديروا بالهم يمسكوا أعصابهم الرجال يحذروا يعني ما يستفز النساء كثير لأنه اليوم في زوايا يعني ديروا بالكم بالنسبة للقمر طبعاً موجود في برج الأسد بما أنه موجود في برج الأسد فهو الآن موجود في منزلة الزبرت زي ما ذكرنا في حلقة الأمس ومستمر القمر في هذه المنزلة اللي هي للربح والحرية والصلاح والإصلاح لغاية الساعة 5 و 46 دقيقة من بعد عصر اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها إلى منزلة الصرفة وهي منزلة إلى الربح والضرر والضرر ركزوا عليها والخراب والإصلاح اللي هي إصلاح الشركاء والثبات القمر بما أنه موجود في برج الأسد فبيكون الناس من حول في هذه الفترة أكثر كرماً مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب ووسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة ووسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لا إلا بالنسبة للزوايا البطيئة طبعاً في زاويتين هم اللي منذكرهم إنها كم يوم طبعاً في واحدة منهم اليوم آخر يوم لإلها ولكن آخر يوم وفي نفس اللحظة رح يصير في زاوية تدعمها أكثر فأكثر فرح تكون مخاطرها أكثر بالنسبة للزاوية الأولى طبعاً ممتازة هي زاوية تثقية إيجابية بين المريخ وبين زحل وحكينا أنه هاي مستمرة لغاية يوم ستة أربعة هاي بتمنحنا وضوح كبير في أمورنا وبتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها في أعمالنا في مشاريعنا وبتدل على نشاط ومردودية أكبر في صناعات الثقيلة ومؤسسات الدولة وازدياد المنتوج الفلاحي واستخراج المعادن واستقرار في البورصة وبتشهد البلاد استقرار أمني أكبر بفضل نشاط الأمن الوطني أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهذه الزاوية اللي أنا بحذر منها اللي هي زاوية الإقتران المنتزجة اللي ما بين الزهرة وبين أورانوس طبعا هاي الزاوية اليوم آخر يوم لتأثيراتها ولكن زي ما حكينا في زاوية أخرى رح تدعمها فعشان هي رح تكون خطيرة هاي الزاوية صحيح أنها بتهيئ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاول أكبر كما بتكون شعبيتنا في تصاعد ولكن هاي زاوية منتزجة يعني بتعطي إيجابية لبعض الأشخاص وبتعطي سلبية والسلبية طبعا اليوم أكثر من الإيجابية فعشان هيك يتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة إنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع وزي القنبلة بتكون يعني صادم الأمور أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية اللي رح تصير بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون ذروتها الساعة ثمانية وتسعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية طبعا تأثيراتها طول اليوم بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك برضو بتدل على استياء في الرأي العام من تضييق الحريات وخصوصا حرية المرأة وبتدل على وقوع حوادث مفاجئة داخل جماهير أو تجمعات أو تكتلات بشرية طبعا هون لحد الآن احنا ما بلشنا في الدسم هاي الزاوية عجابة مشاكل شوفوا اللي بعديها اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين الزهرة يعني شوفوا ديك القمر وورانوس وهي القمر والزهرة وهاي برضو ذروتها رح تكون الساعة 12 وست دقائق ظهرا بتوقيت جرينيج يعني تأثيرها قيلة اليوم اكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية اولا بيتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود باسراف دون حسب اما تأثيرها العام فهي بالدل على تقلب امزجت الناس وخصوصا النساء وسرعة غضبهم يستحسن طبعا شوفوا يعني هنا في غضب حكينا عشان يستحسن عدم الملاسن او الضغط على النساء في هذه الفترة عشان غضبهم رح يكون عالي وانه هناك فيه انفصال وهون فيه مشاكل وبرضه هاي الزاوية تدعو انه نتجنب اقامة حفلات او معارض خلال هذا اليوم لانه ممكن انه يصير فيه فشل فيها ومنلاحظ تراجع في مدخيل المؤسسات المالية وقطاع النسيج والميدان الفني اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث ايجابية بين القمر وبين المشتري وهاي رح يكون تقريبا في ساعات العصر او ما قبل العصر بقليل التأثيراتها برضو من ساعات الصباح لغاية ساعة المساء نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي تقديم عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بتدل على حالة من الاستقرار والامن والتفاول في الرأي العام وبرضو بتزيد من مداخل المؤسسات المالية والبنكية ونجاح العلاقات التجارية والدبلوماسية المبرمة خلال هذا اليوم طيب ايش بحذر انا او ايش اللي بعطي بالمختصر بالمختصر اي مشاحنة او اي ضغط من الرجال بعصبيتهم بتوترهم بطلباتهم بانفعالاتهم على النساء في هذا اليوم معناته اعرف انه النساء ما رح يقدر يضبطوا عصابهم رح يكون لهم ردة فعل قوية وهاي ردة الفعل مع هاي العصبية ادمجهم مع بعض في الخلاط بترجع الزاوية الاولى بتشتغل العلاقات الضعيفة معناته عرضة للانفصال طبعا هذا الامر بنطبق على الازواج وبنطبق على الحبيبة برضو يعني اي شيء بتشوفه متوتر واحد ينسحب هيك شوي على اساس انه يهد الامور واللي بدهم ينسحبوا اليوم تحديدا هم الرجال وتركوا مساحة للنساء عشان يخلصوا من هذا اليوم بكرة عادي جدا اضغطوا عليهم مش مشكلة بنكون خلصنا من هاي الزاوية ده هو تردوا علي اه انا بوقف مع النساء دائما يعني اما بالنسبة للاعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية خلال هذا اليوم القلب والشريان الاورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري الظهر والجانبان هذولا الاكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي بيشعر باي شيء غير اعتيادي يراجع الطبيب طبعا هذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما فيه اي مشاكل وحتى مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن ولكن الجراحة شوية الجراحة التجميلية لانه زاوية مع الزهرة سلبية يعني شوية بتضعف الموضوع فعشان هيك ما تغمروا بالامور الكبيرة يخلوا التجميلة الخفيف طبعا هذا اليوم لا يوصى بيزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح ايضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج الاسد رح يضل في برج الاسد طبعا ولكن خلو المسار القادم رح يكون يوم الاحد مين اربعة بيبدأ خلو المسار الساعة ستة ودقيقتين صباحا بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة عشرة وسبعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش من صباح الاحد لا ينتقل القمر بعدها ويصير في برج العذرة اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدب عمر 11 يوم في تمام الساعة 11.47 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بصير عمر 12 يوم نسبة الاضاءة بتصير 80% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 24 سعيد الان بنسبة 60% في ساعات الصباح بترتفع نسبة السعادة الى 85% بتضل بهذه النسبة لغاية ساعات العصر بعدين بتنزل لغاية 60% القمر في الاسد حتى يوم 2 4 منتحس الان بنسبة 10% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 15% اما في ساعات المساء برجع منتحس بنسبة 10% عطارد في الحمل حتى يوم 3 4 سعيد بنسبة 60% الآن في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 70% الزهرة في الثور حتى يوم 11 4 منتحس بنسبة 25% المريخ في السرطان حتى يوم 21 25 سعيد بنسبة 15% المشتري في الحمل حتى يوم 16 5 سعيد بنسبة 15% زحل في الحود حتى يوم 17 6 سعيد بنسبة 15% أورانس لايك شير وكومنت وان فولو فولو هاي كل هالخرابيط وديسلايك كل شي كبسوا عليهم مع بعض يعني بس فيه تبع تشكرات والانتساب هذول انسوهم لا تشتركوا لا تنتسبوا ولا التشكرات تنسوهم هذول لا تنتسب أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر موجود في البيت الخامس وبما انه هو اللي رح يشكل الزوايا مع الزهرة معناته انتو اكثر ناس بدكوا تضبطوا اعصابكوا خلال هذا اليوم صحيح انها تشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم ولكن اللي عندهم مشاكل عاطفية اليوم ممكن يعصبوا او يفقدوا السيطرة على اعصابهم بمكان يكون قضاء وقت ممتع بالبيت او مع الاحبة ولكن بدون عصبية يعتبر اليوم في بعض الايجابيات بتنجحوا بالترويج لشيء معين ممكن تهتم بامور التجميل او بالترفيه ولكن بدون مجموعات يعني مش بمكاء اماكن مقتضة صحيح انها اليوم بتتصار على الاحتاف برضو بشكل مميز واستثنائي وبتتلقى جواب او عرض برج برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هنا ضغط على موليد برج الثور على مستوى البيت والعائلة والخلافات العائلية والضغط العائلي والمشاكل العائلية طبعا انا بعطي السلبيات ولكن هو في ايجابيات ايضا هي بتحتل الامور البيتية والعائلية القسط الاكبر من تفكيركم او بتجدوا تعاون من افراد العائلة زي ما حكينا في نوع من انواع التوتر على الصعيد الشخصي او العائلي فعشان هيك بدك تضبط عصابك قدر الامكان وحاول انك ما تضغط على الطرف الاخر بالعصبية والحدية اهم شي انه اليوم برضو حاول انك تاخد فترة متقطعة من الراحة من وقت لاخر واهتم بالمناسبات او اللقاءات او الاجتماعات العائلية اكثر عشان ترفع عن نفسك وعشان ما تشعر بالضغط اكثر فاكثر برج الجوزة بالنسبة لما وليد برج الجوزة طبعا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات اليوم منكم اشخاص ممكن يخرجوا في نزه قصيرة ولكن العصبية والحدية بتكون واضحة على موليد برج الجوزة اليوم اهم ما تتسرر اثناء تنقلاتكم او اثناء حركتكم او اثناء قيادتكم للسيارات ممكن يصير اعطال الها علاقة بالسيارة او باجهزة الكترونية او ردات فعل سلبية بيكون لكم نوع من انواع التعامل مع اخ او جار صحيح ان الفترة هاي حافلة بالواجبات والمسؤوليات على انواعها اهم اشي انك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض وبتكثر عندك الزيارات والتنقلات برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر موجود في بيت المال فحشان هيك موليد برج السرطان اليوم عندهم رغبة بصرف الفلوس وخصوصا اللي عندهم مشاكل عاطفية رح يهربوا من الواقع لانهم يشتروا اشياء هم مش بحاجتها نوع من انواع هروبهم من واقعهم صحيح انه اليوم بيحمل فرصة لمكسب مالي بيجي الاضافي ولكن بدكو تحذر زي ما حكينا من اي خطوة مالية او مغامرة مالية اذا ما درستها ممكن تعالج استحقاق مالي اهمش انك ما تتسرع بتوظيف الاموال بلدقك بالتفاصيل تطمع انخواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ ولكن بدك تنتبه من النصابين والمحتالين برج الاسد بالنسبة لما وليد برج الاسد طبعا القمر موجودة عندكم فعشان هيك انتو معلقوا علامة استفهام وعلامة تعجب كبيرة وانا اولكم طبعا اليوم هو افضل من ناحية نفسية افضل نشاطكم ممتاز ولكن سرعة التذمر وتقلب المزاج بتكون عالية جدا عندكم ممكن اليوم تتغير نفسيتك الف مرة يعني عادي بدك تكون جاهز موضوع مهم جدا زي وضع حجر اساس لمشروع جديد او فكرة جديدة عندك افكار باهرة وحلول مذهلة عشان هيك نقول لك ما تشتت تفكيرك باكثر من امر خلال هذا اليوم برج العدراء بالنسبة لموليد برج العدراء طبعا القمر موجود في بيت متاعبكم فعشان هيك اليوم يعني ممكن هيك تشعر انه التعب سيطر عليك اكثر فعشان هيك برفع من توترك اكثر بخليك نرفوز شوي هيك او ما تتحملش فردات فعلك او انتقاداتك او كلماتك او تتحجج هيك يعني انت هيك بتتلكك بدك تعمل مشكلة فما في داعي اليوم لهذا الموضوع حاول تنظيم امورك والمحافظة على صبرك المعهود اثناء تصريف الامور والتعامل مع الغير حاذر الافكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب امالك او تتأخر امالك او حتى تكون متفق على شيء وما يصير او يتأجل او موعود بشيء ما يتأجل واللي بيوعدك بشيء اليوم ممكن ما يوفي بهذا العمر اهم انك تبتعد عن الضجيج والصخب ما تحسن قرار ما تكون لجوج لانه ممكن يخذ لك الحظ برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بتنشط اجتماعيا وبتلتق الاصدقاء ولكن الزاوية هاي ممكن تعمل سوء تفاهم او خلاف بين احد الاصدقاء وخصوصا اللي بيكونوا لسه بادين بعلاقة عاطفية جديدة لسه مش فاهمين على بعض الغيرة والشك ممكن توتر الامور وامور العصبية وفرض الرأي منكم اشخاص اليوم ممكن يطلقوا دعوة لحضور حفلة او مناسبة بتكون تناقلاتك مهمة وصحيح انك بتتمتع بسرعة خاطر ممكن تحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية بتعرف لقاء داع للك اهمش انك ما تماطل بل تشجع على العمل الجماعي وما تتحسس من اي تصرف برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب طبعا اليوم التركيز كله على سمعتكم عشان هيك اليوم بتكونوا تحافظوا على سمعتكم قدر الامكان لا مجازفات ولا مغامرات ولا مراهقات ولا حب مش عارف ايش هذا انسو ايش بشوه السمعة ابعدوا عنه اليوم تماما صحيح انها تتركز اهتمامكم او اهتماماتكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن زي ما حكينا بدك تهدئ من روعت ما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين احرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة واحرص على لجمها اذا شعرت ببدايتها برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا علاقاتكم رح تكون اليوم على مستوى سفر بعيد اتصالات بعيد علاقات مع اجانب امتحانات جامعة دراسة اشياء من هذا القبيل عشان هيك الحبيب اللي في الجامعات هم اللي بدهم ينتبهوا اليوم من العصبية او سوء التفاهم او المشاكل وبرضو اللي عنده امتحان بده يركز وما يتسرع بالاجابات اضبط اعصابك من الانفعالات او كمان مش اي شخص بخالفك بالرأي اليوم تولع فيك لا عادي يعني كون مرن جدا خلال هذا اليوم بدون اي ردات فعلة الى صحيح انه اليوم ممكن انك تشارك في ورشة او تشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم ولكن زي ما حكينا ممكن ينتج سوء تفاهم لأدفع الاسباب فالضبط العصاب مطلوب بعضكم ممكن يسافر في رحلة او يفرح لانفراج او تسوي مهمة بتهتم بهواية جديدة حيويتك عالية متحمس لمتابعة المساعي وكذلك عندك القدرة على التواصل مع المحيط برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا التركيز رح يكون اليوم على الاموال المشتركة اي مال انت مؤتمن عليه او المال هذا معك شريك فيه ان كان زوج او زوجي او بنك ضريبة تأمين ميراث لا تتلاعب فيه او لا تقصر بالتدقيق على اساس انه ما يصير اي مشاكل من هذا الباب هذا واحد اتنين لا تكفل حد لا تضمن حد نهائيا خلال هذا اليوم صحيح انه بفتح اليوم بعض الفرص لمكاسب تيجي من شراكة او تعويض او قرد مثلا مالي من بنك ممكن تحصل عليه ولكن زي ما حكينا بدك تكون عارف انه عندك قدرة على السداد او عندك قدرة على تنظيم هاي الامور وترتيبها بشكل جيد الامور المالية ولا بتورط حالك ممكن تناقش مواضيع مهمة او تجتاز امتحانات صعبة حاول انك تعالج الشؤون العائلية المهمة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا هم الان القمر في بيت الشراك الشراك المالية والعاطفية فعشان هيك علاقاتكم مع ازواجكم تحديدا او مع شركائكم بالعاطفية او شركائكم بالعمل وخصوصا العاطفية اكثر من العمل بدكوا تضبط اعصابكم لا نقاش لا حوار لا فرض الرأي لا العصبية بتنفعك خلال هذا اليوم انت الحلقة الاضعف وانت اللي مزاجك متقلب فعشان هيك رح يرجع اللهم عليك حتى لو بتشعر من داخلك باللحظة الاولى انه انت معك حاج ورح ينعكز ضدك هذا اليوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف تاني زي ما حكينا حذر الخلافات وما الضخم الأمور ممكن اليوم يكون في عندك بعض القلق أهم شيء عدم إثارة العدائية والبلبلة لأنه مزاجك متقلب وعصبي وهذا الشيء بثير النفور يعني مع الأشخاص اللي بتتعامل معهم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر موجود في بيت العمل فعشان هيك تركيز اليوم رح يكون على علاقاتك مع مدراءك أو المسؤولين عنك أو زملائك بالعمل هدولة أكثر يعني ثلاث بدك تنتبهلهم لأنه هدولة اللي ممكن اليوم يصير بينك وبينهم أي سوء تفاهم أو أي خلاف صحيح أنه اليوم الضغط رح يكون كثير عليك مطلوب منك إنجاز بعض الأعمال فما بجوز أنك تتغيب عن عملك حاول أنك تنجز اللي بتقدر عليه من عمل دون المبالغة في ذلك ركز في عملك جيد ما تسلم وناقص وبرضو بدك تنتبه لغذاءك وراحتك وما تهمل صحتك فبتكثر عندك اليوم الواجبات وممكن يصير فيها بعض الصعوبة فراعي ظروفك الصحية وكون دقيق ومنظم مراعيا لظروفك ومعنوياتك يا كير هالسابتهم يجوا إيش الطاقة السلبية وإيش هال مش عارف إيش ديروا بالكو حطوا الديسلايك وسبوا عليه في الكومنتات أنا حكيت لكم من البداية بتديروا بالكو هيك التوقعات ما بجيب شيش من دار أبوي عشان هيك يلا اللي عجبوا هذا الحكي يكتب لي في التعليقات اللي ما عجبوا هذا الحكي برضو يكتب لي بالتعليقات اللي بيصير معه إيش من اللي أنا حكيته يكتبوا بالتعليقات اللي شاعري إنه مزاجها زي ما أنا ده وصفت تكتب لي بالتعليقات اللي بيصير معهم مشاكل يعني هذا يعني يقولولي آه تم خلاص سيكي بعرف انه يعني راحوا الله يمضي يا نهار عخير يا رب أهم شيء تنسوش وشكرا لكم وبرك الله فيكم وربنا يتقبل صيامكم وطاعاتكم وأعمالكم وسمحوني هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر